السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ورحمة بكم في فيديو جديد على قناة مصر الزراية لزراعة الاسطح في هذا الفيديو سوف نتعلم طريقة زراعة البتنجال في المنزل طبعا طريقة زراعة البتنجال سهلة جدا اي حد يقدر انه هو يزراعها البتنجال في صيفي وفي شتوي انا زراع العروة الصيفية بتبدأ من بداية شهر عشرة الى نهاية شهر عشرة او الى اوائل شهر 11 طبعا الاناء من ده هياخد نبت ثان ولكن انا حطي التلاتة علشان نبتة غيبت او نبتة بازت او نبتة جرالها اي حاجة نكون وغدين حضرنا وفي شتلات زيادة اما لو التلاتة عاشوا وبقوا حلوين هنقطع واحدة هيتم اننا نعمل كده في التربة الاول خالص بيتم ريء التربة وهنعمل كده هنعمل فتحة صغيرة كده وننزل الشتلة ما ننزلهاش على عمق كبير علشان الجدور ما تتكبس اهو هنزرع اتنين قصات بعض ويه هنغوط شوية يعني مش هننزل شوية كطار يعني هنغوط شوية يعني مثلا هيتم ان احنا نردم حوالي تلاتة سنطي من الجزع بتاعها اهو بس كده ده هي كانت طريقة زراعتها بعد طبعا ما بيتم ان احنا نزرع كده بيتم ان احنا نروي رية صغيرة كده علشان نفرغ الهواء من حوالين الجزور وطبعا هيتم ان انا ازرع ده وده وده بنفس الطريقة زي كده ده طبعا زراعت اه لا دي لا دي اصب طبعا زراعت دي وده وده بنفس الطريقة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة بنفس الطريقة اللي انا قلتلكم عليها بتنجال بيحب الترباء الخفيفة تكون عبارة عن واحد تربة زراعية او تربة ثمراء واحد رمل واقل من النص سمات بلدي متحلل او كومبوست يتم ان ازبطها بالرأي علشان الجدور في الوقت ده بتكون ضعيفة ومش تستحمل العطش في الاول كده بيحصل لها حالة الزبول مؤقت ولكن بعد كده بيتم ان هي تنمو بشكل كبير والتسميت طبعا بيكون بعد على الاقل خالص اسبوع او اسبوعين من عملية الشكل بس كده ده كان فيديو النهارد ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفيلزل الجرس الرمادي اللي يصلكم كل جديدين ان شاء الله واذا ما تنهف كل فيديو ازرع فالدنيا نمت على الزراعة سبحان الله وبحمد وسبحان الله العظيم نشهد ولا الى الا انت نستغفرك ونتبه اليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته